مشاهدين أنا رجعت معكم أكيد ببطل رياضي جديد وأكيد بفكرة جديدة من فكرة الأسبوعية تشامبينز اللي أنا بضوي فيها عن الأبطال اللي عطوا كتير للرياضة نعرف نحن الواحد بحسبي سنس أوف أتشيف منت لما يكون عطى لبلده وعطى كتير للرياضة مؤون خلال الرياضة ولكن كيف يكون الشعور لما شخص يكون عطى بلدين مختلفين بالرياضة كمان من وراء مهنته ولكن بما أنه اليوم كمان عيد المعلم هذا الشخص مارد رياضة امتهن كمان إذا بدكم العلم وكان استاذ كتير ناجح وخرج ما بكون أنا عم بزيد وتقول عشرات الألوف بخلال خمسين سنة من التعليم إلى جانب الرياضة أنا بشرفني اليوم استقبل معي ميستر مورغان ميستر زكريا مورغان أو المعروف بميستر مورغان من الساكر كار الجميزي ميستر مورغان أهلا وسهلا فيك هون إنه مجموعة أني استقبل لك عندي مرسي كتير وكمان بشكر التلفزيون ام تي فيي على صدافتي ومثل ما حضرتك قلت أن فرصة عشان عيد الأسازة في الوقت ناشا أكيد نحن مستقصدينك اليوم وأنا علمت تقريبا في مصر حوالي عشرة سنين وهنا في لبنان أكتر من أربعين سنة عظيم أنا هون بركي السؤال يلي فيي بلش أنا بعرف قديش العالم اللي عم بيحضرونا هلأ بقوله نعرف مستر مورغان لأنه شخصية كتير رفقت إذا بدك الحياة الرياضية اللبنانية ولعبة الفوليبول متل ما قلت عطيت بلدان نعم شو السنس أوف أدشيجمنت هلأ اللي بتحس فيه بعد ما عطيت مصر ولبنان بعد ما جيت على لبنان بالسبعينات وكملت أكيد رسالتك الرياضية الحقيقة أنا في لبنان لما جيت على لبنان عطيت أكتر من مصر عشان عشت لفترة التعليم والرياضة أربعين سنة تقريبا وأكتر عشان هيك عطيت لبنان أكتر من عطيت في مصر في مصر كنت دايما في المنتخب في النالي الأهلي في منتخب مصر معسكرات وبلشت الجامعات تبعا وفي الوقت نفسه كنا طول الوقت في المعسكرات يعني في الشهر ثلاثين يوم ثلاثين يوم معسكر تمرين الصبح خمسة ونص لغاية سبعة ونص وبعد الظهر من خمسة ونص لثمانة ونص مع مداربين أجانب ماش مداربين وكان في يبقى مساعدين مصريين اتنين مداربين مصريين معهم وتسفدنا كتير كان الأجانب الحقيقة يعطونا إشياء وسن المرتبات كتير عالية كنا أبطال أفريقيا كنا أبطال أسيا مع أن أسيا نحن في أفريقيا بس كنا يعزمون للسين واليابان كذا دولة في أسيا كنا لبنان مثلا العراق اللي هم في أسيا فكنا كتير نغلبهم يعني كنا كنا وإلى شيني بالنتيجة اللي عملت مع منتخب مصري هي كأس العالم نعم كذا مرة أنا لعود معك هلا ومع المشاهدين للزمن الجميل بهيك روبرتاج كتير صغير عن الصور الحلوة زمن إذا بدك الرياضة الصحيحة زمن الرياضة المظبوطة خلينا سوى نحن نشوف روبرتاج كتير صغير عن مصر مورغان شكرا شكرا موسيقى 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 أنا كل البساط لقالي الحقيقة فعملت ماتش كبير كتير وربحنا البطولة بجدارة مع أني كنا كنا 2-0 أخذوا بارتي وفي الآخر الثالث أخذنا 3-1 ربحنا بجدارة فعلا فقد ما تأثرت واتبسطت من الفرح كله مراقب بس حملوني فالدمعة نزلت من عيون قدماني دموع الفرح أكيد هذا الرياضي المضبوط هناك شغلة تانية حادثة لازم يعرفوها المشاهدين مصر زكريا مورجن هو أول رياضي مصر وبالتالي عربي يخضع لقانون التأمين تغير قانون التأمين قبل كان الرياضيين لا يؤمنوا من شركات التأمين بوقتها أول رياضي يؤمن أول حادث رياضي يخضع لقانون التأمين وهذا كان بعد حادث سيارة عملته بالستينات ومن وقتها وقتت علشت على نفقتك الخاصة صار في تعديل لقوين تأمين بمصر ولحقتها كمان بالعالم العربي وهذا شيء كمان بيكون فيه تغيير نوع غيرت الخاردة إذا بدك الرياضي نعم إلى الأفضل طبيعي هو الحقيقة بس عملت الحادث كان أيامها في الوزير وزير الشباب والرياضة عادل طاهر لم أعرف بالحادث إجا شخصيا عندي في المستشفى وظهرني ويكتبوا الجرائد في مصر إن صار مش عارفين إن أنا دفعت بالنفقة الخاصة يعني من الله أرحمها أمي هي اللي دفعت المستشفى وكل شيء فلما عادل طاهر عرف هيك قال لي ازاي ده قلت له قال لي لا 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 بدنا نعمل قانون جديد ولازم نأمن كل الرياضيين مش فوليبول باسكتبول كل الرياضيين في مصر لازم نعمل لهم تأمين على نفقة وزارة الشباب والرياضة عظيمة من أيامها بدأ وهذا شيء هون في تغيير للخارطة إذا بدك الرياضية طيب لنجي على لبنان سبع سنين مع الساكركر وجيت عملت فارق كتير كبير وبعد منقول ميسيو مورجن دايما تترافق معه أخبار يعني مثلما ميسيو مورجن معروف سمالة بالقوة العضلية بإيده كسر الجوزة أو تضرب الطابة بالأرض بسقف الساكركر بالملعب اللي أنا بعرفه منه غريب علي الفرق اللي عملته باللبنان مع فريق الساكركر قديش كان كمان قدمت مستوى حلو شقالت الفريق معك كتيم أنا الحقيقة سفدت كتير في المعسكرات في مصر مع الأجانب وجيت يعني كان عمر ستة وعشرين سنة تقريبا لسة في طلعتي والساكركر لما جيت في ميسيو أنتوان شارتير كان هو اللي يدرب شافني زيابة تقول فاكهة أوكي لما جينا ولعبنا بقينا نلعب الحقيقة وكان في شباب تير كويسين متل حبيب رحال إليمالكون حافز أبي شاكر كانوا من اللعبين اللي هم مش لعبين فوليبول بس كنا نمتاز نحنا للساكركر بالأخلاق يعني يتلاقي الفريق الوحيد اللي هو القلب الأجدس الساكركر اللي هو كان بيلعب كويس وكان أخلاق وكنا نربح عشان كنا بنحب بعض وكان عندنا المسؤول فري برنار الله يواجه الخير فري برنار كان تيكافينا بس نربح يودينا كل سنة رحلة على أوروبا نلعب مع الماجر نلعب مع ماتشكوزوفاكيا كنا كتير بنحب بعض ولما جيت لما جيت على لبنان الحقيقة أحبيت الفريق وكان شرطي أبني أول مرة في أوروبا وحطت عينوا علي وبعدين لما إجوا في مصر ولعبوا وخسروا طبعا كان الفريق مش قوي برضو حط علينا قال لي مورجن أنت مكانك تيجي عندنا في لبنان بما إنك تلميذي الفرير نحن كمان عندنا نادي كبير باسم الفرير الساكريكور بدك تيجي تلعب باسمه وهي شرفنا طبعا بس المشكلة هون لما جيت كنت كتير ضعيفة العربية في هون قصة قصة بركي بتخبري هلأ ياريت لانو قصة كتير فكاها دايما كانت بترافق دايما نعم فخبرنا قصة طبعا عصف، مورغان كلهم يقولون لي الفرانسي هل أنه ستأمريكا هل أنت أمريكي ما رأيش لحكية الفرانسي أكيد فأنت أتأثن لا أمريكي لا أمريكي فأنت يعطي في درسل الدروس يقص شعري وهي تددي الشتانية الشتانية والشتانية هو الفروي قعدت شرح دي اتين تلاتة بعدين الولاد ايجا مسيو كمون ديسة انا راب ازاي نقول هيدا بالعربي انا ما بعرفش عربي بطير لبناني يعني قلت له ابو فاروة على المصري قال نو مسيو قلت له ويه ابو فاروة في دكتورة مشمالة هلا في المستشفى الروم اللي هلا هو اجي قللي نو مسيو سي كاستنا قلت له نو كاسكو سي كاستنا سي ابو فاروة تلبوا وانا الحقيق انا عرفش رحت عالبيت سألت مارتي تلهم ازاي بيقولوا الشتانية وانا راب قلت له كاستنا قلت له ايه علي الدرم قلت له الموضوع كذا كذا قلت له ابو فاروة خيوتوا لما قلت لهم ابو فاروة هيدا اول درم الحقيق كتير دقت مزبوط كمان مسر مورغان المعروف حضرتك بمش بس بأخلاقك بأناقتك بالدسبلن اللي عندك ايه والى جانب الرياضة اللي انت عملت الرياضة الممنهجة من الرياضة اللي ناب عبركي عن الخبرة كانت الرياضة اللي فيها علم وفيها اذا بدك تنوره الى جانب معك لسانس بلتراتور انجليز وعندك كمان لسانس بالسياسة والاقتصاد نعم فاليوم قديش مهم برأيك الرياضة يكون مثقف هو الحقيقة بيقول المثل بالفرنساوي انس بريسا دون زين كور سا مزبوط فالرياضة المزبوط لازم يكون متعلم انا في رأيي الرياضة لازم تأثر على اي انسان اذا كان في الرياضة في الشغل او في الدروس يعني تعرف شفت حضرتك فيه ناس كتير يعني رياضيين كان متعلمين او فيه رياضيين مثل كانوا سفراء او كونسولاء يعني فيه مش لازم الرياضة تأثر على العلم او على مسائب الانسان مثل تحضرك شي كتير حلول عم تقوله شي كتير حلول عم تقوله يعني لازم انس بريسان دون زين كور سا هيدا انا بزعل كتير هلا في الحقيقة يعني في لبنان يعني شوية راجعت الرياضة مش متل الاول اكيد هيدا واحد ثانيا صارت شوية مادية اكتر مادية اكتر وهيدا اللي مش حلو نحنا كنا نلعب فوليبول عشان بنحب الفوليبول بنحب نعود مع بعض مداما نروح مثلا مكان اي شيء هيك بنعود في النادي نتمرن ساعتين ساعتين ونص هيدا الاخلاق الرياضية تعرف شوام الام تي في كمان نقل مباريات من بطولة الفوليبول اكيد بركي ايه بعرف بشوفهم بعد الدهر ساعة بعض كمان اكيد انت بتأكد على انه الرياضة ما بتوقف بعمر معين يعني بتدالك تمارس الرياضة وبتدالك تشتغل وبتدالك تشتغل وبتدالك تشتغل على حالك وهذا شيء طيب حضرتك كنت متأهل من المرحومة الله يرحمها سيهام يلي كانت كمان لعبة متخب له من هنا متخب له من هنا متخب دين بالفوليبول الله يرحمها والد ميرايو ماريو نعم عندك خمس احفاد مصبوط مروان عندو جيش هنا مارك مارك منادر ميراي عندها سارا AD هلا هي اليوم ما بتصير www ما بتصير دايمن مش ما بتصير دايمن ولا مرة سايرة ولكن اليوم أنا وكرول حضرنا لك مفاجأة بس لأنه عيد المعلم اليوم عرفت المفاجأة هي بدا تكون عم بتقربي شوي شوي من هونيك اذا بتطلع هيك هيدي مفاجأة كبيرة هاي حبوا بس يارا وسارا مرسي ايشو يعطوك بخيات ورد لأنه بحبوك كتير مرسي يارا وليوم سابت عيد سارا النهاردة سارا مزبوط ايه عيد سارا وهناعمل الله العيد في دريم PARK في الزو يالله كتير مني مرسي هاي واوه أنا كمان مفاجأة مرسي 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 دافري سارا يارا ايه سارا لنوف تروى تريز مرسي 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 في علاقة كانت كتير مميزة بينك وبينهم يعني بتحس علاقة صحبك كتير وهلا بركي بتنطبئ على أحفادك الحقيقة الله يخلي ولاد العالم انت عارف عندي بنت وصابي لأ الله اهه أنا كنت بحب الولاد وقلت لحضرتك احنا كدنا كم اخ واخت فيك تقول كم اخ واخت احنا كنا 23 اخ واخت 23 اخ واخت اسم الله اسم الله اول واحدة جابت 9 وتوفي التاني واحدة 14 انا بقى من امي التانية نمرة 12 اهه من امي و 21 من ابويه اهه ما شاء الله فانا عندي اثنين الحرب يعني هي اللي اثرت علينا ما فينا ان المهم فعندي ميراي وماريو بدون بحلها بصراحة اكيد ما عندي غيرهم خصوصا بسمات مرحومة وايجوا من الاحفاد بعزهم اكتر منهم كمان بحبهم بشكل مش معقول الله يخليكم لبعه كل يوم والتاني لازم نكون مع بعض لا وكمان بعد بس هايدي مفاجأة كبيرة هايدي زي هايدي 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 كيف صراحة اشتغلت انا وماريو اه وكانت فكرة مادامتو لا ماريو صحيح ودغري نحنا انا تبنيتها لانه فكرة كتير حلوة وبعد في شغل صغيري انا بدي بدي بس اطلب من رافي اذا في مجال فيه عندي كماني كادو كتير صغير لقلك بمناسبة اكيد عيد المعلم ما من بالغ لما نقول بخلال اربعين سنة بلبنان عشرات الالوف من الناس مشان هيك لما اقول مستر مورغان كتير من الناس لحيكونوا كتير من الناس لاحيقولوا كتير من الناس لي sẽقولوا دقل انا كلى cirat مرسي كتير وأنا كمان حضرت لك هدية صغيرة من مصر والله جانبه كي ورد وكذا وهيك هيده غير البوتين هيده هدية صغيرة من مصر ورق البرده هيده الورق اللي هو ورق الموز البردي كان اكتب عليه الفراعنة إذا بيوروالها شوية كثير حلوة هيده ورق البردي كمان كثير حلوة كثير انا عندي عندي هيده اللي هي اله هيده راسي هيده كمان مبيني معنا شي حلو كثير وبعدين نحنا ان شاء الله بعرف ان انت عازب هيده هدية بس تتجوز بتكتب عليها ان شاء الله حضرتك تكتب عليها لانه كلهم ايه بدي اجيب لك شوف كم واحد مية متين باجيبهم لك انا يلا وانا بكتبهم لك كمان بس قولي قابليها بشهر عشان بياخد وقت خلاص بياخد وقت انا مستر مورغان عندي ركومنديشن لتر من حضرتك بعدني بتعرف قلتلك معلقة عندي على الحيط بتزين الحيط لانه حضرتك مشهور بالخط كمان بالكاليغرافية متنوع المواهب بطريقة كتير كبيرة وهيده برأيي انا الجاعل منك رياضي متكامل والحمد الله لكان بالكاليغرافية حضرتك هي هواية ولا هلا هيده مش هواية الحقيقة لما كنا في الفرير في القاهرة زمان لما كنا صغار ست سنين وسبع سنين كان يكتبونا بالريشة والحبر وكان الفرير كان كل صفوف التيتولير تبعنا فرير كان يبقى ماسك خرزانة وبس يجي جبنا نرتعش يضربنا على صوبعنا واذا كتبنا غلط نراجع كل الصفحة كان هناك ديسبلين وكان يعطينا بلسيون ليس يقفوا على الطابلو أو يقفوا على مكتبو لا يقضينا تقضينا 2 ترى ليني بس 2 ترى ليني بس 2 ترى ليني يوصلوا 30 إذا مكتوبين نوحش دوبل سيس إذا مكتوبين نوحش وهكذا كان هذا اللي نتبع تقول بالتعليم بالرياضة وحضرتك بكل بساطة جماعة المجد من طرفين طرف إذا بدكن الإدوكيشن العالية وتعليم النشأ والأجيال ليس جيل واحد أجيال أجيال كتير الحقيقة لغاية هلا بتقابل فيهم الحقيقة يعني بعرف وجوهم بس أسامي طبعا نسيهم بالإضافة للرسائل الرياضية اللي وجهتها أنا عندي هوني أكتر من عشر ألبومات إذا بدأوا أدروه عليهم كلهم واحد لأنه ما في خبر ممكن ما نقدر نقريه أنا لح أطلب منك خلي هيدا الكوريكولم عندي شي جمعة لقريه كله وشوف هيدا الشي الحلو أنا بدي بكل بساطة أقول أنا بشرفني كتير أني استقبلك شخصيا معي بستوديو أكيد نحنا من فريق عمل شامبينز فريق عمل ألايف وأنا كمان وأكلمان بشكرك كتير كتير وأنا إلي الفخر أن التلميذي يعمل لي انترفيو هيدا شي كتير حلوان هيدا يعني كتير بعتز فيه يعني دايما أنا بعتز بتلميذي بشكل مش معقول يعني لغاية هلا مثل الولاد بونجا مثلا لما بشوفهم بونجا تبع الألماز وبعدين أسعد تبع الداغر تبع البيجو كانت تلميذي كلهم بس أشوفهم قلبي بيفضح الحقيقة جد أنا بشكر مستر مورغان أهم شي مشاهديننا هيدا أكبر رسالة لقالكم أنه كل شي بتعملوا بالحيات حطوا قلبكم فيه مثل ما عمل مستر مورغان ما تتخيلوا لوين فيكم توصلوا بالحيات أنا رحشوفكم الأسبوع القادم أكيد مع شامبيان ومع بطل جديد كلها الجمعة مكمل معكم بالرياضة جات فت ستي فت شكرا ملسك تير